لأنها ركزت على أن تكون منتجاتها متميزة بالحلية إلى جانب إنها طازجة ولذيذة لذا أصبحت علامة تجارية محلية تصل إلى المواطن العراقي في معظم المحافظات العراقية من خلال مراكز البيع المباشر إنها شركة نور الكفيل للمنتجات الغذائية والحيوانية التي أطلقت برنامجا تعريفيا خاصا بأصحاب المراكز لاطلاعهم على آلية عمل الشركة وذلك بالتعاون مع قسم الشؤون الدينية هذا اللقاء نستطيع أن نقول كما هو معلن بأنه لقاء تعريفيا لخلوك لا حتى لأنه سنعرض عليهم أفلام متعلقة بين تاجرها نحن سنبدأ بعرض بعض الأفلام كيف نبدأ مع هذه الحيوانات والعناية بها يعني من جهة الإشراف نبدأ من الحقول إلى أن توضع فيها كونتينرات لتوجيها إلى هذا البلد العزيز بلدنا العراق برنامج تعريفي احتضنته قاعة الإمام الحسن عليه السلام في العتبة العباسية المقدسة تضمن جلسة نقاشية تم من خلالها طرح وجهات النظر والوقوف على العراق والحد منها شارك فيه أكثر من 233 شخصا من أصحاب المراكز في مختلف محافظات العراق الذين تم تكريمهم لكونهم حلقة الواصل بين الشركة والمواطن هذه الخطوة إن شاء الله تعزز من قيام شركة نوري الكفيل بطرح كل ما هو جديد وأيضا المواصلة في طرح سلة غذائية متكاملة للمواطن وأيضا أنه اليوم نعمل على أن تكون الأسعار أسعار ثابتة وأسعار مدعومة من قبل شركة نوري الكفيل هذا الاجتماع طبعا يصب بصالح الشركة وصالح المستهلك ونتعارف طبعا كزملاء مراكز وشوف المشاكل اللي تعوقنا مع وقات زين وإن شاء الله خير إن شاء الله يعني إن شاء الله تقريبا كلنا نحل إن اهتمامات العتبة العباسية المقدسة تصب في شتى مجالات خدمة للمجتمع إذ إنها سعت إلى تحقيق الأمن الغذائي المواطنين من خلال شركاتها ومصانعها لا سيما شركة نوري الكفيل التي تقدم سلة غذائية متكاملة من الصناعة الوطنية للمستهلكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر